السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤية الزبادي في المنام حلم الزبادي في المنام بالنسبة للمريض فهو دليل على الشفاء والصحة الجيدة إذا رأى الحالم أنه يأكل زبادي بالسكر فيدل على الأرباح التي يرزق بها الحالم رؤية الشخص في المنام أنه يوزع الزبادي يكون دليل على سماع الأخبار السعيدة وذلك إذا كان أبيض اللون ومزاقه جيد شراء الزبادي وتناوله في الحلم يكون دليل على السعادة والسرور تفسير رؤية الزبادي في المنام للرجل شراء الزبادي في منام الرجل يكون دليل على وظيفة جديدة سوف يحصل عليها في القريب وإذا رأى الرجل أنه يشرب الزبادي وكان سعيد بذلك فهذا يدل على التخلص من جميع المشاكل والعقبات في حياته أما إذا رأى أنه يأخذ الزبادي من زوجته في الحلم فهذا يدل على السعادة الزوجية التي يعيش فيها مع زوجته الزبادي الرائب في الحلم يكون دليل على البشرى والسعادة والرزق الكثير تفسير رؤية الزبادي للمطلقة إذا رأت المرأة المطلقة في الحلم أنها تشرب الزبادي الرائب فهذا يدل على تحقيق الأهداف والطموحات شراء المطلقة الزبادي في الحلم يكون مؤشرا للخير والرزق الواسع إذا رأت أنها تأخذ الزبادي من زوجها الصابق فهذا يدل على حياة زوجية سعيدة تفسير رؤية الزبادي للحامل شراء الحامل الزبادي في المنام يكون مؤشرا باقتراب موعد الولادة إذا رأت أنها تأكل الزبادي وكانت تشعر بالسعادة فهذا يدل على التخلص من مشاكل الولادة والمرور بولادة سهلة تفسير رؤية الزبادي للمتزوجة رؤية المتزوجة أنها تشتري الزبادي في الحلم يكون دليل على الفرج وفق القرب والتخلص من الضيق أما أكل المتزوجة الزبادي في المنام يكون دليل على تحقيق الطموحات والأهداف وإذا رأت زوجها يقدم الزبادي لها في الحلم فهذا يشير إلى الحياة الزوجية السعيدة رؤية المتزوجة الزبادي الرائب وكان مذاقه حلو فهو يدل على الحمل في القريب تفسير رؤية الزبادي للعزباء في المنام حلم الفتاة العزباء أنها تأكل الزبادي وكانت سعيدة فهذا يدل على النجاح والتفوق في العمل أما إذا رأت أنها تشرب الزبادي الرائب فهذا يدل على الحظ الجيد والخير وإذا رأت أنها تأخذ الزبادي من رجل فهذا يدل على اقتراب زوجها أما شراء الزبادي بالنسبة للفتاة العزباء يكون دليل على تحقيق الأهداف رؤية الزبادي التالف يكون دليل على الرزق الحرام الذي يحصل عليه الحالم الزبادي الساخن في المنام يشير إلى وجود أشخاص حاقدين في حياة الحالم وعليه الحذر منهم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته